قبل ما اختم عايز سألوك سؤال مولد جداً النهاردة الحساب الرسمي اللي رابط لعندها حطوا أفضل المدافعين الناس تقترب بينهم أفضل المدافعين في الدولة والناس كتير قوي في التعليقات بيسألوا على محمد عبد المنعم ليه المحمد عبد المنعم مش موود طيب مين الارباع اللي تحطوا لأول علي جبر اه يعني انت بتتكلم في انه الرباعي اللي تحط كله أرقمهم أرقمهم أقل بكتير من محمد عبد المنعم ممكن يتحطوا مع محمد عبد المنعم LIhe محمد عبد المنعم وانت عندك معلومة اقولك المعلومة المعلومة الحقيقيئة ان الربطة جالها شكاوعة كةير حد قال لي الللات في إما محمد عبد المنعم موجود لا مش موجود الإرباع مفه Economy يقينا في البوست الرسمي عم Arbeit работ writer احنا داخلين دي حاجة الكصه تاني يا محمد عبد المنعم يقينا مش موجود الاستفتاء مش مخطوط في محمد عبد المنعم لا المكتوب ولا الصورة فمحمد عبدالله مش موجود وارد بقى حصل لها تعديل بعد ما الناس بتاردت تتكلم اه هم اللوات يقلوا لي توضيح مهم عشان بس انه دول هم نزلوا صورة فيها اربع مدافعين اه بقى كان نزلوا صورة تانية فيها اربع مدافعين تانية ففيهم محمد عبدالله ده تعديل يعني نزلوا صورة تانية لا خليني اقولك بقى هو دي ما تعملتش لها في الزهير الايمن ولا تعملت في حراسة المرمى صورة واحدة اللي بتنزل ببوست واحد في كل الاسماء عشان بس القصة تبقى واضحة للناس الناس كلها براءة دلوقتي محمد عبدالله بنزل فخلاص عشان الناس كانت زعا الناس حتى عما تبقى عدتلي شو ما محمد عبدالله منزلش لا خليني اقولك بقى معه برضو عشان الحقق حقق ان يتبع طبعا القصة واضحة واضحة وبنتها البساطة حصل طبعا استياء شديد جدا جدا فعشان كيف ترك وارد يكون حصل تعديل ونزلوا بوست تاني فيه اسماء تانية لكن القصة وما فيها انه كان فيه شكاوة من بعض الاندياء للربطة وتحدثوا مع اتنين بالاسم من الربطة بدون ذكر اساميهم من ادارة الربطة انه لو نزلنا كل اللعيبة فيهم لعيد من النادي الاهلي الحداشر لعيبة يطلعوا من النادي الاهلي وده حصل في الاستفتاءات كنا بنتكلم لسه الحلقة اللي فاتت على انه كل اختيارات الاسابيع طالما فيه لعيد من النادي الاهلي طرمه بتصويت الجمهور فالجمهور الاهلي ايه السبب في القصة بتاعت حامل عبد الملم دي فاتشال اسم محمد عبد الملم لكن ما بين خسين زي ما انت قلت حصل تعديل ونزلوا اسماء تانية استدراك للخطأ مشكروا عليه لكن في النهاية حامل عبد الملم مؤفضل مدافع داخل القارة انا في الاحوال انا دايما في الاستفتاء ده سواء الاستفتاء الشهري او الاستفتاء بتاع الموسم ده لازم يبقى فيه معايير مش بس تتوقف عند الجمهور الجمهور فممكن جمهور الاهلي يكسب لعبته طول الوقت جمهور الاسماء يكسب لعبته طول الوقت فانت لازم تحط معايير معايير بقى فنية معايير على مستوى الارقام معايير في لجنة مدربين يختاروا بنسبة حتى لو بنسب بنسبة هنا وبنسبة هنا وبنسبة هنا وبعكية تجمع كل ده عشان فعلا وبرده جمهور الاهلي هيختار لعب الاهلي حتى لو ما بيلعبش او تتعامل يا كريم او تتعمل انا شواقت. او تتعمل او تتعمل لكن في جانبه في لقب تاني وفي حاجة تانية. بتتعمل باختارات الفنية. اعمل لاتين. يعني اعمل واحدة بالاختارات الفنية. احنا شايفين ان فلاني الفلاني ووحدة تانية رأي الجمهور. فلاني الافضل. لكن كجمهور لا طبعا موجودة. دي السورة الاولانية. اللي أربع لعبين ودي الصورة اللي نزلت وقاعدت كتير جدا جدا موجودة لحد قبل ما نسخل بشوية الصورة بقى التانية اللي هم بيتكلموا عليها محمود مرعي محمد عبد الملعيم أحمد بيكم وعمر فايد دول الأربع لعبين اللي موجودين لكن يقول لك الفتاة كان ساعة ساعة ونص يعني سابوا الناس تصوت شوية على الصورة الأوانية وبعد كده قال لك داخل الصورة التانية هلقعوا لك تاني وأكد لك يقينا لا مركز حرصة المرمة ولا مركز الزهير الأيمن نزلت فيه الصورة واحدة بتصويت واحدة مفهوم حلو جدا مفهوم